التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامى عسكر قائد قوات الدفاع المالوية والوفدة المرافقة له الذي يزور مصر حاليا في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تعزيز أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين البلدين في مختلف المجالات وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات التعاون العسكري التي تربط القوات المسلحة المصرية والمالوية متطلعا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون بين القوات المسلحة للبلدين